خلينا نتكلم على محترفيننا على طول نتكلم على بعض اللعيبة المحترفة على مستوى الاستدعاء روي بيتوريا ليهم لمباراتي أسيوبيا وتونس خلينا نبدأ بسام مورسي سام مورسي كان لي تجربة مع المنتخب الأول سابقاً ما كانش لها مرضود جيد على مستوى السوشيال ميديا أو على مستوى الجماهيري عام الموسم اللي فات موسم أكتر من رائع من أفضل اللعيبة الموجودة في الشامبينشيب كمان بداية موسم رائعة لسام هذا الموسم يعني سام مورسي من اللعيبة المظلومة إعلامياً بشكل كبير لأنه الوقت اللي هو راح فيه المنتخب كمان كان يعني إخفاق 2018 في كاس العالم هو الموجة السائدة في السوشيال ميديا وما إلى ذلك بس احنا لو بصينا على المنشاط اللي هو يخدم على المنتخب في الوقت ده بالعكس كانت منشاط مرضية جداً هو كان بلعب في مركز طريق حمد كان مهيمن عليه بالطول والعرض أصد أصد في اختيارات أي مدرب كان دايما طريق حمد قطعة مع صلاح بتحطه بعكا بتحط باقي الفريق فهو لقى أدى دور البديل طريق حمد بشكل جيد جداً الكرة في رجل سام مورسي يعني تحس العيب متأسس من غير ضغوطات متأسس صح اختار منتخب مصر في وقت من الوقت ما كانش فيه طبعاً اختيار تاني بس أصد أنه هو جيب الكواليت اللي هو يمتلكها وأضاف لمنتخب مصر كان يمكن في الخمس سنين دول يقدر يضيف أكتر هو من نوفمبر 2018 لم يستدع للمنتخب المصري خلنا نقول هو فين دلوقتي في إبس ويتشتاون هو أحد أعلى في الأندال الإنجليزي على الإطلاق ومن الأندال كان لها باعة في وقت ما في البطولات الأوروبية سنة اللي فتت صعده من الكابلين صعده من الليج وان اللي هي الدرجة الثالثة في إنجلترا بعد البريمير ليج وبعد الدور الدرجة الأولى دلوقتي في إنجلترا هو صعد معهم ورح دلوقتي هو بيلعب في الشامبينشيب يقدر أنه ينافس على وأعتقد كان تلع من أفضل اللعيبة في البطولة داية على مستوى والسنة اللي فاتت كان طالع من أفضل اللعيبة على مستوى الموسم وعمل أسست الجولة اللي فاتت تمريرة بينية ممتازة جدا جدا في العمق هو قائد فريق إبس ويتشتاون واحد من أم اللعيبة والكرير بتاعه سواء في وجن أو في إبس ويتشتاون كرير محترم جدا جدا للعب ما تصلتش على الدوق بالشكل تقدر تقول أن فيه جزء من التطور حدث في أداءه على المستوى الفني على المستوى البدني يسمح له أن يكون عنصر أساسي في منطقة مصر نقدر نقول يعني طبعا أنا ما تبعتش كل المباريات الأنذية اللي هو لاب فيها سام مرسي اللي تعزر وسائل النقل بشكل عام النقل المباريات دي يعني وإنما أكيد الواحد بيلعب بقاله 3-4 سنين كل المتشاط بتاعت فرقته في أي فريق تحت أي بند اللي يبدأ لو ما أبداش تطور ما كانش المدربين عملت معاك صحيح الواحد بيلعب ده وبعد كه بيشيل شرط القيادة في تطور على مستوى الشخصي كمان مستوى القيادة مستوى الشخصية طبعا وهناك من الحاجات المهمة كمان ما فيش لعب في إنجلترا زمان لما مثلا استدعي لعب مثلا زي قدم العبد وزي اللعبة دي كانت أحنا بتخبط أنها اللعبة الوحيدة اللي جاء من إنجلترا فبتنزل على اللعبة اللي موجودة في الدور المصري تحس أن أحنا بيبقى في صعوبة في الانسجاب ولكن حاليا مع وجود محمد صلاح ومع وجود النني ومع وجود تريزي جيف في وقت سابق في الدور الإنجليزي أعتقد أنه ما فيش مشكلة لعب يجي من إنجلترا هيبقى سهل أن انت تستوعبه في إطار مجموعة فيها أكتر من لعب بلعب في الدور الإنجليزي صحيح أعتقد أن سام مرسي أنا من أهم الحاجات اللي أسعدتني المعسكر ده هي استدعاء سام مرسي وحنا أكيد كلنا نتمنى يكون إضافة للمنتخب كمان لأن الحقيقة كمان هيكون إضافة جيدة جدا عنده خبرات كبيرة بلعب في ليبل مهما كان يعني أنا في اعتقادي أصعب كمان من البريمير ليج فخبرات كبيرة نتمنى إن شاء الله يكون إضافة نروح للاعب آخر عمر مرموش انتقاله لفرانكفورت كان عليه بعض الكلام كان قبل الانتقال كان فيه بعض الكلام على البريمير ليج لكن تقلق بشكل كبير في أول أول ثلاث مباريات مع فرقته وفرانكفورت يمكن كان فيه تعادل للمباراة اللي فاتت مع كلنا لكن بيؤدي بشكل أكتر من رائع الحقيقة مساهم في جونين في الثلاث مباريات حتى أنه الأكثر مساهمة يعني قبل ما راندال كولومواني يرحل لبي اس جي بنهاية موسم اللي انتقالات عمر موش الحاجة الحلوة قوي بالنسبة لي اللي يمكن بإذن الله تكون مبشر كويس لي واللي كنت شايف أنه أفتقدها سنوات طويلة سواء في شتوتجارد أو في فولفسبورج كون عمر مرموش دائما كان بيبقى بعيد قوي عن الجون بعيد جدا هو أبي يعمل مهام الجناح بشكل مثالي بس دائما بيبتدي من نص الملعب وبيقطع مسافات طويلة قوي على ما يدخل الثلاثمانتاشر الجون اللي جابه الأسبوع اللي قبل اللي فات هو في الست أنا حبيت دا جدا أنه في حد تاني قام بالمهام دي من الرواق وعمر مرموش بقى ليه تمركز بشكل ما جوة الثلاثمانتاشر كنا نادر قوي ما بنشوف عمر مرموش في الأماكن ديات مع فولفسبورج عشكا كان بيصف في الموسم على سبع تمن أهداف وكنا بنقول أنه حاجة واو على قياسا لمستوى فولفسبورج للباقيات الأندية في البوندسليجا وقياسا كمان لللي عمر مرموش يتعود يعمله في ألمانيا مساعة لماطلة فأنا شايف أن أسر المسافة للمرموش شيء ممكن يكتسبه مرموش بسهولة مع آين تراخت فرانكفورت اللي هو فريق آين كان بيحب الكرة دايما تحت رجله فريق عنده حلول أكتر من حل وبيستقبل باير مينشن وبيستقبل مونشن جلب باخ الفرق الكبير يعني في الدور الألماني فأنا بقى تشوف أن مرموش خطوة كويسة من حيث البيزيكس يعني في مسيرته وللسه صغير نتكلم في 23 أو 24 سنة يقدر مرموش الصبر على خطوة البريمير ليك بصراحة كانت شيء كويس جداً شيء مخطط له بشكل كويس زي وزي مصطفى محمد الصبر لأنهم ما طلعوش السنة دي لأي حاجة ممكن تتخلي مسيرتهم تتعرض لمستوى مفاجئة مستوى مفاجئة أنت إحناً واحدة واحدة أطلع السنة واحدة عشان لما تطلع تطلع بخطوات سابتة ومتزنة حتى لو ما كنتش أنت عايز تروح لبيك فور لبيك سيكس استنى لأن ده مهم جداً وحاخد من الكلام نفسي تقريباً شوية محمد صلاح في تشيلسي وكان فيه شوية لغبطة مع مورينيو ممكن يكون رجع شوية على مستوى النادي على مستوى البريمير ليج الدوري الإيطالي رجع سنة وبالتالي بنا نفسه في الجزئية دي ورجع مرة تانية أنا شايف أن عمر كمان بيتطور بشكل كبير جداً على مستوى التهديف بدأ يخش في موض التهديف على مستوى كمان الأتيتيود ده كان مهم جداً بدأ يشتغل على نفسه بشكل كواسي جسمانياً فرق لما الماكش اللي فات ألعب هو بيجرب وبيحتفل بالهدف لا لا واضح جداً أنه فيه شغلة على المستوى البدني ده النقطة بتبقى في منتقى الأهمية لأنه عمر من اللعيبة برضو الجزء كبير جداً اللي استمنى والقوة والأجريسيفتي في أداءه مهمة جداً فأنت لما تطلع من ألمانيا متفوق في الحتة دي هتروح إنجلترا واخد مسافة واخد مسافة مش هتحتاج تاني تدخل في التحامات مثلاً خسرانة هتبعارب إمتى تلتحم إمتى تجري جنب اللعيب ده إمتى توقف إمتى تدخل للتحام قوي جداً إمتى تتزحلق كل حاجات دي عمر مرموش بيكتسبها في تجربة صحيح